اشتركوا في القناة المتخلف وهو صديق عبد الكريم جلال جلال اعتقده جوابه الى نقول ان حل الأساسي هو ان نتوقف عن الكذب هذه هي القضية الاساسية التي يجب ان نعتمد عليها لانها هي في اعتباد هذا المنهج في حياتنا هو الذي يجب ان نتبعه المنهج الكبير الوحيد والسليم والصحيح والنزيح ايضا هو ان نتوقف عن الكذب علينا ان لا نكتب ونقول ان الدين صحيح علينا ان نكتب ونقول ان الدولة وان القائد صحيح وان الرئيس صحيح وان المنظومة السياسية صحيحة علينا ان لا نكتب ونقول بان هناك عدم تطبيق للدين ان هناك نظرية وهناك اساءة في تطبيقها لا الخطأ الرئيسي هو في واقعنا الثقافي الفكري في مناهجنا الفكرية كلها كلها أخطاء وكلها قائمة الكذب والدجل والنفاق والغدر أيضا كل هذه المزارق والعيوب سببها واحد ووحيد وأساسي وهو أننا نحاول أن نحافظ على وحدتنا وعلى تماسكنا مع بعضنا بالحقيقة فشلنا في هذا العمل لا نحن حافظنا على ثقافتنا ولا نحن حافظنا على تماسكنا فبالتالي الكذب والنفاق فتت شعوبنا فتت جماعاتنا أساءل الألاقة بين الأب والابن الأخ والأخت يعني حتى على المستوى الشخصي نحن نعيش عالم مليء بالأكاذيب والسبل النفاق التي لا تنتهي نحن نكذب على بعضنا البعض ولا نشعر بالكذب وصلنا إلى درجة بأننا كاذبونا دون أن نشعر نصلي ونتعبد وندعو ونفعل الأشياء كلها تقريبا في جو مليء بالكذب مليء بفيروسات الكذب بل أن نحن نكذب على أنفسنا ونقول هذا هو الطريق الصحيح هذا هو الطريق الصحيح لا تحاول أن تشهد عن هذا الطريق حافظ على هذا الطريق في في اتباعه السلامة هذا هو الأمر اللي لاحظت أيضا بعض الناس عندما أعرض له تعالي قوله تعالي فكر عاول أن تفهم ما نحن عليه رأسا يفر من هذا الواقع لأنه يشعر بأن عليه مسؤولية كبيرة وعلى أن يعود إلى الطريق الصحيح الطريق الصحيح والصراط القيم هو الصراط القيم هو صراط الصدق أن نكون صادقين وحقيقيين في أفكارنا وفي أقوالنا وأن نعتمد على هذا منهاج في حياتنا هو هذا الطريق الصحيح بمساوة لا أنكر لماذا الناس تختار طريق الكذب على مدى 2000 عام مثلا سواء مع الدين المسيحة أو الدين الإسلامي لأنها أديان سلطة بكل أحوال هيمان علاقة بالدين والإله وخلوها على جنبها لكن الفكرة أن هذه الأديان أديان تسلطية تسلطت عن الناس وبوهم بأنها تحكم باسم الجماعة وأن هذه الجماعة دائما مهددة ويجب أن تحافظ على وحدتها وتماسكها وتبقى تحت أمر رجال الدين ورجال السلطة والحكم هذا الأمر لم يعد نافعا ولم يعد ناجحا علينا أن نعرف بأن الحل لكل من وهذا جوابي لكل من يسألني ما هو الحل أقول له الحل بأن نكون صادقين صادقين عندما نفكر صادقين عندما نحاول أن نفهم ما يجري صادقين عندما نحاول أن نشرح للآخرين أفكارنا وما نعتقده صادقين في مواجهة أنفسنا بالحقائق صادقين مع أبنائنا مع بناتنا مع أخواتنا مع أخواننا هؤلاء كلهم لديهم مشاعر حتى ذا النساء مثلا لديها مشاعر بأنه مشاعر انتوية وتحاول أن تبحث عن رجل ماذا مشكلة؟ وهذه حقيقة يجب أن نكون صادقين حتى في فهم ما يجري أن هناك شاب يحاول أن يبني نفسه ولديه مشاعر ولديه حاجات جنسية وحاجات حياتية وإنسانية فهذا مسألة طبيعية يجب أن نكون صادقين في فهم هذه الحقيقة ومعالجة الأمور بعد ذلك عندما نؤسس أرضية الصدق بعد ذلك سنجد المعالجات اللازمة لهذه الأرضية العالم الغربي بالمناسبة ليس عالما سيئا على الإطلاق وليس عالما منحرفا بالعكس هذا العالم قائم على مبدأ الصدق في العمل وفي التصرف وفي السلوك وفي كل شيء فلا تجد نادرا لا تجد أناس يكذبون أو يدجنون لماذا؟ لأنهم بنوا حياتهم على أساس واقعي على أساس أنه العمل الصحيح هو الذي يفوز بالثناء وبالأجاب وبالتقدير وبالتعاء بل أن التسابق بين الجميع يقوم على مبدأ الصدق الصدق هو المعيار الأساسي لكن المشكلة عندما تأتي إلى ثقافتنا ماذا تجد؟ تجد الكذب والنفاق والدجل والإدعاء والبنابز كل الأشياء السيئة والتي تنفي وتهرب من مواجهة الحقيقة نفعلها هذا الدين قائم على أفكار غيبية ما احترامنا هناك إله أو ما لنا علاقة هنا هذا نبي أو غير نبي هذا موضوع لا علاقة له بالصدق هذا له علاقة بعالم آخر عالم الدين والاعتقاد والعقيدة والإيمان هذا خلوه على الجنب لأنه لن ينفعنا في طريق الحياة هو موجود فقط لإدامة سلطة الذين يتحكمون بأمرنا لا أكثر ولا أقل هذا هو الموضوع الذي يجب أن نركز عليه وندعو لكل الأصدقاء جميعا أن يشعروا بأهمية هذا الفكرة أنا من الناس الذين تضررت بسبب الكذب لأنه يعني ما أدى أجرح مسائل شخصية لكن هو الفكرة أنه أنت عندما لا تجد من يصدقك القول لا تجد العمل مع آخرين يصدقوك القول والعمل والفعل وبالتالي أنت حياتك واقف دائما في أي لحظة على كيف عفريت إنسان كيف يتطور عندما تكون الثقة لترست هو المقياس الوحيد الذي يجعل الإنسان يتعامل مع الآخرين عندما أنت تثقين بي وأنا أثق بك والمجتمع بأكمل النسبة الغالبة من الناس يثقون ببعضهم البعض عند ذاك تصبح الوحدة والتماسك بين الجميع تماسك حقيقي وقوي وقائم على أسس راسخة لهذا السبب شوف هذا نقطة ضعف الدين الخطيرة أنه لا يبحث عن الصدق بين الناس إنه ما يبحث عن طاعتهم وطاعتهم لا يبالي هل طاعة هي حقيقية أو مزيفة لأنه يريد الهيمنة والسيطرة ويعرف تماما رجل الدين وحتى الأنبياء يعرفون تماما أن إمكانية أن يحظوا بإيمان الجميع ويدخلون إلى قلوبهم وهذا مسألة مستحيلة لأسبوع عندي حلقة ياريت شوفوها اسمها الإسلام عدو الإيمان ياريت شوفوها عندي تفكير عميق بهذه المسألة ومن خلال كتب الأساسية فبالتالي الفكرة الأساسية لهذه الحلقة الصدق ثم الصدق ثم الصدق في الفكر والعمل وفي النظر وفي الاستجابة وفي كل تفاصيل الحياة علينا أن نكون صادقين ولا نخشى من الصدق وهو هذا مسألة الأساسية ونعتبرها مسألة في أساس الأساس دون هذه المسألة التي نؤسس فيها عليها حياتنا سنخسر كثير وهنا خسرنا كثير وأعتقد أن هذا الطريق الصراط القويمي الحقيقي هو ليس الصراط الذي يأتي من الغيب إنما الصراط الحقيقي هو الصراط الذي يقوم على الصدق والتعامل بطريقة صادقة والنظر إلى العالم بطريقة صادقة ومحبة ومتفهمة والتعامل مع الجميع حتى عندما يكذب الآخر يجب أن نكون صادقين في التعامل معه يكذب نحاول أن نفهم لماذا هذا الرجل يكذب ما السبب الذي يجعل الآخرين يكذبون ويغشون وينافقون ويقولون ما لا يفعلون أو يفعلون ما لا يقولون والعكس أيضا ممكن فهذا هو المقياس والمعيار الذي الكفيل بأن يجعل كل شيء منتظم ويسير ضمن السياق قابل للاستدامة وقابل لأن يؤسس تراكمات وقواعد صحيحة للمستقبل وأي مستقبل أسف على طالب شكرا جزيلا ومع السلام اشتركوا في القناة